الجزء الاول بدأ مع سابت اللي بيشتغل دكتور نفسي وبيروح له مريض جديد اسمه مالك بيعاني من هلاوس وبيقول له مالك انه بيشوف عفريتة عنده في العزبة وانه مش عارف يعيش حياته بشكل طبيعي بسببها لكن سابت بيقول له انه عنده تهيقات وهلاوس فبيقول له مالك انها مش تهيقات ولا حاجة وانه ممكن يزور العزبة بنفسه علشان يتأكد وساعتها سابت بيوافق وبيقول له انه هيزور العزبة مع مراته يبات هناك علشان يثبت له انها مجرد تهيقات وفعلا بعد ايام بيوصل سابت للعزبة مع ساحر مراته وبيقابل اطياف وجوزها سليمان المسئولين عن حراسة العزبة وبعدها بتدخل ساحر للقصر اللي هناك لكنها بتحس بحاجة غريبة وما بتكونش مرتاحة وبتاخد بالها ان فيه صورة كانت متعلقة على الحيطة لكنها مش موجودة وبعد ما ساحر بترجع من العزبة بتكون متغيرة جدا وبتطلب من سابت جوزها يطلقها وبتكون مصممة على قرارها وبعدها بنعرف ان ساحر مهندس الديكور وبيكون عندها شركة مع ندا صاحبتها واقرب واحدة لها وفي يوم بتكون ساحر في الشركة مع ندا وفجأة بيروح لها مالك صاحب العزبة اللي كان بيكشف عند سابت طالقها وبيطلب من ساحر انها تعمله تجديدات في القصر اللي في العزبة بتاعته وساعتها ساحر بتحس ان فيه حاجة بتكبرها انها توافق وبتستلم من مالك مفتاح القصر علشان تروحه لكن ساحر بعد ما بتستلم المشروع بتحصل لها حاجات غريبة وبتشوف نفس العفريت اللي كانت بتزهر لمالك وبعدها بنعرف ان ساحر اتجاوزت من رسام اسمه خالد بعد ما اتطلقت من سابت على طول وبنعرف كمان ان ساحر متجاوزة خالد عرفي من وراء اهلها ومحدش بيكون عارف غير ندا صاحبتها وبعدها بنكتشف ان ندا بصاحبة حازم اخو ساحر الكبير لكنها بتكون مساحبةه في السر من وراء كل الناس لان حازم اساسا متجاوز لكن حازم بيكون دايما في مشاكل مع مراته ياسمين اللي بتكون مريدة نفسية وبتتعالج عند سابت طليق ساحر وفي يوم والدة حازم بتكون متضايقة وبتحس ان اولادها محسودين وبتكرر تروح مع ابنها البجال اسمه حارس وبتكون مقتنعة انه شخص بتعربنا وهيقدر يساعدهم وفعلا حازم بيروح مع والدته للشيخ حارس وبيقتنع انه شخص كويس وبيصدق في كل كلمه وبيقدر حارس انه يأثر على حازم وبيقنعه انه يتجاوز ندا صاحبته على مراته ياسمين وده لان ندا بتكون اتفقت مع حارس ووعدته انها تدفع له فلوس كتير لو قدر يقنع حازم انه يتجاوزها وبعد فترة بنشوف ساحر وهي مسافرة مع جوزها خالد مكان هادي علشان يرسمه مع بعض واول ما ساحر بتوصل للمكان بتحس انها متغيرة وانها مش هي وبتقعد ترسم بالساعات وبعد ما بتخلص مش بتفتكر اي حاجة وفي يوم بنشوف ساحر وهي بترسم مسعيدة وبيكون خالد عن ناحية تانية من حمام السباحة وبيتفرج عليها لكنه فجأة بيسمع اصوات غريبة وبيضوخ وبيقع في حمام السباحة قدام ساحر ولو حابين تشوفوا ملخص الجزء الاول هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن وبعد ما خالد بيقع في حمام السباحة بينتقل فجأة المكان تاني وبيلاقي نفسه في العزبة بتاعت مالك وهناك بيشوف نفس العفريتة اللي سكن العزبة وبيحاول خالد انه يهرب منها لكنه ما بيقدرش وبتفضل تطرده في كل مكان لحد ما بينهار وبعدها بيرجع خالد لوعي وبيكون مرعوب وبيسأل ساحر عن اللي حصله لكن بيبانى ان ساحر طريقتها غريبة وبتتكلم ببروت وبتقوله انه داخل ووقع في حمام السباحة وهي انقذته وبييجي الليل وبنتقل لحازم اخو ساحر وبنشوفه وهو بيلف بالعربية مع ندا صاحبة اخته وساعتها حازم بيعرض عليها انه هم يتجاوزوا عرفي في السر لانه خايف ان ياسمين مراته تعرف وطبعا ندا بتوافق وبتكون سعيدة وبتقول لحازم انها هترتب كل حاجة بنفسها علشان ما يتعبش نفسه وفي نفس الوقت بننتقل لياسمين مرات حازم وبنشوفها وهي في جلسة علاج نفسي مع سابت طليق ساحر وبيبانى ان ياسمين متعصبة ومتدايقة وبتنفعل على سابت بدون سبب وبتهزقه وبتقوله انه مجرد نكرة وحتى ساحر رميته واتطلقت منه وبتخرج ياسمين من عنده وهي متدايقة وساعتها بيبانى ان سابت اتأثر بكلام ياسمين وبيكون متدايق لكن فجأة مالك بيدخل عليه وبيقوله انه مش محتاج يتعالج عنده تاني ولا محتاج للدواء بتاعه وبيقوله كمان ان العفريتة بتسلم عليه وبتبلغه انها قريب قوي هتاخد ساحر طريقته وساعتها سابت بيتصدم من كلامه وبيتهم مالك انه مجنون لكن مالك بيقوله انه قريب قوي ساحر هتشرف العزبة وهتعيش هناك كمان وبيطلع لسابت علبة الدواء اللي ادهاله وبيرميها قدامه على الارض وبيمشي وبيسيبه وبعدها على طول بننتقل لساحر اللي بتجيلها مكالمة من سابت وبيسألها لو فعلا هتروح للعزبة تاني لكن ساحر بتتعصب على سابت وبتقوله انه عندها شغل في العزبة وبتطلب من سابت يبطل يطردها ويدخل في حياتها وساعتها ساحر بتعترف له انها تجوزت علشان يسابها في حالها وبتقوله انها دلوقتي مع كوزها الجديد وبيقطوا شهر العسل وبتقفل السكا في وشه واول ما ساحر بتقفل بيروح لها خالد وبيطلب منها يرجعه القاهرة لانه حاسس بالتعب وفي نفس الوقت بننتقل لوالدة ساحر في بيتها وبنشوفها وهي بتبص لصورة كوزها اللي مات وسبهم من زمان وساعتها بيرجع بين المسلسل للماضي وبنشوف نعمان والد ساحر وهو بيكلم نفسه منهر وبتحاول مراته انها تفهم ماله وتساعده لكنها في يوم بتفتح قودة مكتبه وبتتفاجئ انه شنق نفسه وبعدها بنرجع تاني للحضر وبنشوف ساحر وهي مراوحة مع جوزها خالد واسناء ما بتكون ساحر سايقة بتلاحظ ان ساحر طالقها ماشي وراها بعربيته فبتركن ساحر على جنب وبتطلب من خالد يستنيها في العربية وساعتها ساحر بتنزل لسابت وبتسأله هو ازاي عرف مكانها فبيقول لها سابت انهم سكنين في نفس المنطقة وشايف عربيتها بالصدفة وساعتها بيلاحظ ان ساحر كأنها واحدة تانية وبيطلب منها تديله فرصة علشان يساعدها لكن ساحر بتقوله ان جوزها مستنيها في العربية وما عندهاش وقت تضيعه وبتسيب سابت وبتمشي على طول وبعدها بنشوف ساحر وهي في العربية مع خالد وبتسأل خالد هو ليه مش بيحب السواقة فبيقول لها خالد انه اساسا ما بيعرفش سوق لكن ساحر بتقوله انه بيعرف لكنه ناسي وهي هتفكره وبتبدأ تسوق بسرعة عالية جدا وساعتها خالد بيترعب وبينادي على ساحر باسم واحدة اسمها جميلة وبيقول لها انه افتكر السواقة خلاص وبيطلب من جميلة تسوق بالراحة وتاني يوم بننتقل لحازم اخو ساحر وبنشوفه مع ياسمين مراته في بيتهم وبتطلب منه ياسمين انه يعود ويفتر معها لكن حازم بيقول لها انه متأخر على شغله ولازم يتحرك وبيوعدها انهم هيعودوها في وقت تاني وفي نفس الوقت بننتقل للشيخ حارس وهو بيكلم حازم وبيقوله انهم عاملين حامل التبرعات علشان الفقرة في السعيد وبيسأل حازم لو حابي بياخد سواب ويتبرع معهم وطبعا حازم بيقوله انه هو هيتبرع لكن بشرط ان الشيخ حارس بنفسه هو اللي يشرف على جامع التبرعات وتاني يوم بننتقل لسابت وهو قاعد في مطعم وبيتفرج على حلقة للدكتور مصطفى محمود عن الجن والعفاريت وبيقول في الحلقة ان الجن موجود ومسكور في الكرآن وما حدش يقدر ينكر وجودهم وساعتها سابت بيبدأ يشك في قناعاته وبيقول لنفسه ان مالك كان عنده حق لانه ما كانش ينفع يروح للعزبة من الاول وبعدها بنشوف سابت وهو في عربيته وبيقرر انه يروح لمالك العزبة ويتكلم معي وفعلا سابت بيوصل للقصر وبيقابل مالك وبيقوله انه مصدق كل اللي قاله ومحتاج يفهم اكتر وفي نفس الوقت بننتقل لسحر وهي مع خالد في بيته وبيقول لها انه مستعد يروح معاها للعزبة زي ما طلبت لكن سحر بتقوله انه مش لازم يروحوا دلوقتي والاهم انهم يركزوا في المعرض اللي هيعملوا وساعتها سحر بتجيلها مكالمة من نذا ساحبتها وبتقوم علشان ترد عليها واول ما سحر بتخرج وبتسيب خالد لوحده بتزهر له فجأة العفريتة لشبع سحر فبيترعب خالد وبيتوتر ومش بيقدر ينطق بكلمة وهي بتقرب منه اكتر وفي نفس الوقت بنشوف سحر وهي بتكلم نذا ساحبتها وبتطلب منها سحر تقابلها في بيتها بعد شوية ضروري وبتقول لها انها خايفة وحسة بحاجة مش طبعية لحد ما خالد بيسرخ وبيزعق للعفريتة فبتتخض سحر وبتستغرب وساعتها سحر بتقوله انها لازم ترجع لبيتها علشان تجيب حاجات من هناك وبتوعد خالد انها مش تتأخر علي وبعد شوية بتوصل سحر لبيتها وبتقابل نذا ساحبتها وبتحكي لها انها عيانة عية غريب وحسة ان فيه واحدة تانية جواها وهي اللي بتحركها وبتتحكم في كل تصرفتها وبيبان ان سحر خايفة ومتوترة وبتقول لنادة ان حتى جسمها ما بقاش ملكها لان اللي جواها هي اللي بتحركها وبتوديها الاماكن اللي على مسجها وبتفضل سحر تعيت وهي مش عارفة تتصرف ازاي وبتكون خايفة انها تسيطر عليها دايما وشخصية سحر تختفي تماما وساعتها نذا بتكون مصدومة من كلامها وبتطلب من سحر تكمل كلامة علشان تفهمها اكتر لكن فجأة سحر طريقتها بتتغير وبيبان ان الروح اللي جواها هي اللي بتتكلم وبتهزق نذاة وبتجراحها بكلامها وبتبلغها ان سحر مش هترجع للشركة بتاعتهم تاني لانها مشغولة وبتحضر لمعرض الرسم بتاعها وفجأة سحر بتقف قدام المراية وبتكسرها بدون سبب قدام نذاة وساعتها نذاة بتتراعب من تصرفات سحر وبتقول لها انها مستحيل ترجع للشركة تاني وبتتهمها انها مجنونة وبتمشي وبتسبها وفي نفس الوقت بنرجع لسابت اللي بيكون في العزبة مع مالك وبيعرف من مالك ان فيه روح شريرة الواحدة كانت مدفونة في العزبة والروح دي هي اللي بتقذي سحر من يوم ما جاءت العزبة مع سابت لكن سابت برضو ما بيكونش مصدق لانه دكتور وبيفتكر ان سحر عندها مرض نفسي وبعدها بننتقل لنادة وهي في الشركة علشان تلم حاجتها وبتكلم حازم في التليفون وبتقوله انها هتسيب الشغل مع اخته لانها مش هتقدر تقابل سحر كل يوم وهي متجاوزة اخوها من وراها وبتقول لحازم ان سحر اساسا تجننت وعاوزة تقفل شركتها وتشتغل في الرسم وساعتها نادة بتبلغ حازم بمعاد سفرهم وبتقوله انهم هيسافروا اخر الاسبوع علشان يقدوا شهر العسل وبتقوله كمان يجدب على مراته ويفاهمها انه مسافر تابع شغله وبعدها بننتقل للعزبة وبنشوف مالك مع اطياف وسليمان الحراس وساعتها بنفهم ان الروح اللي في العزبة تبقى الوالدة مالك وبتقوله اطياف ان والدته كانت طيبة وبتحبه ولازم ينفزه اوامرها بالزبط لكن مالك بيقولها انه لو اقنع سحر تيجي العزبة ساعتها عايز لم سحر زي ما ظلم نفسه لكن اطياف بتفكروا ان مش هو السبب وانه كله مقدر ومكتوب وساعتها مالك بيفتكر مامته وبيرجع بينا المسلسل 40 سنة الورى وبنشوف جميلة مع مالك ابنها وبيكونوا عندي يوسف تاجر اللوح والانتيكات وبنلاحظ ان جميلة كانت نسخة من سحر وكانت بتحب الرسم جدا وبنعرف ان جميلة هتعمل معرض مع جوزها علشان يعرضوا لوحاتهم اللي رسموها سوا وبيقول لها يوسف ان عنده قاعة عرضة هتعجبها جدا وساعتها جميلة بتفرجوا على اخر لوحة رسمتها واللي بتكون هي نفسها اللوحة اللي سحر رسمتها مع خالد وبنلاحظ ان يوسف عجبته اللوحة جدا وبيقول لجميلة انه مستحيل ينسى اللوحة طول حياته وبعدها بنرجع تاني للحاضر وبنشوف سليمان وهو بيفكر مالك ان دي اوامر والدته ولازم ينفذوها وبعدها بننتقل لحازم اخو سحر وبنشوفه هو بيكلم اخته في التليفون ومتعصب وبيقول لها ان والدتهم زعلانة لانهم مش بيسألوا عليها وبيطلب من سحر تنزل حالا وتحصلوا عند مامتهم لكن سحر بتقوله انها سبقته وهيشوفها حالا قدامه وفعلا سحر بتظهر فجأة قدام حازم لدرجة انه كان هيغبطها بالعربية وبعدها بنشوف سحر وهي عند مامتها لكن بيباني ان روح جميلة هي اللي بتتكلم مش سحر وبترفض انها تصالح مامتها او تعتذر لها وساعتها سحر بتبدأ تلمح لحازم انها عارفة بموضوع جوازه من ندا وبتبلغوا كمان بمعاد شهر العسل بتاعهم فبيتوتر حازم وبيستغرب ان اخته عرفت وبيتاري على مامته بيقولها ان عنده سفرية طبع شغله وساعتها جميلة بتتكلم على لسان سحر وبتبدأ تزعق لمامتها واخوها وبتقولهم ان سحر القديمة ماتت ومستحيل ترجع تاني وبييجي الليل وبنشوف حازم مع ندا وبيحكي لها ان سحر اخته عرفت بكل حاجة وبيكون خايف ان سحر تفضحهم وتحكي لأهله لكن ندا بتقوله انها مش هتقدر تعمل كده وبتحكيله ان سحر متجاوزة في السر من وراهم وبتقنع حازم انهم يتجاوزوا في معادهم لان سحر مش هتقدر تحكي لحد وبعد شوية بنشوف حازم في بيته مع ياسمين مراته وبيكون جايب لها ورده وبيحاول يسله حلقته بيها قبل ما يتجوز عليها وبيقول لها حازم ان عنده مؤتمر طبع شغله وبيعرض على ياسمين انها تسافر معاه لانه متأكدة انها بتكره السفر ومش هتوافق وفي نفس الوقت بننتقل لسحر اللي بتكون مع خالد في المرسب وبتبدأ ترسم معاه علشان يجهزوا للمعرض بتاعهم وتاني يوم بتسحى سحر من النوم وبتتفاجئ من كمية اللوح اللي رسموها وبيبان ان السحر هي اللي بتتكلم مش جميلة وبتكون سحر متحمسة وبتقول لخالد انهم لازم يعملوا المعرض وساعتها خالد بيقول لها انه يعرف قاعة عرض كويسة في الزمالك وبيقترح على سحر انها تروح ليوسف صاحب المكان وتتفق معي وبعد شوية بننتقل لرؤية والدة سحر وبيكون سابت طاليق بنتها عندها في البيت وبيسألها سابت عن تاريخ العيلة مع المرض النفسي لانه شاكك ان حد في عيلة سحر كان عنده ابتراب نفسي فبتتوطر رؤية وبتقوله ان محدش فعلتها كان عنده امراض قبل كده لكن بيبان ان سابت مش بيصدق كلامها وبعد شوية بنشوفه في الشقة بتاعة سحر علشان يدور على قدلة وبيبدأ سابت يدور في كل مكان في البيت لحد ما بيوصل لصندوق اسود كبير لكنه في نفس اللحظة بيسمع سحر وهي بتفتح البيت وفعلا بتدخل سحر لقودتها وبتدور على محفظتها اللي كانت ضايعة واول ما بتلاقيها بتاخدها وبتنزل على طول وبيقدر سابت انه يستخبى من سحر ومش بتشوفه وبعد شوية بيروح سابت وبيقابل والدة سحر وبيواجهها بكل الأدلة اللي لقاها وبيكتشف سابت ان والد سحر شنق نفسه زمان واخباره كانت في كل الجرايط وما كانش مية موتة طبيعية زي ما قالوا له قبل كده فبتقوله رؤيا ان الموضوع عد عليه سنين وما كانش ليه لازمة انها تحكيله لكن سابت بيقولها انها لازم تحكيله وهو انتحر ليه وازاي لان المرض اللي كان عنده سحر ورسته وهي كمان ممكن تديع منهم فبتكرر رؤيا انها تحكيله وبتقوله ان نعمان جوزها كان ملبوس بجنية وساعتها بيرجع بينا المسلسل للماضي وبنشوف نعمان والد سحر وهو بيكلم نفسه وبيترجى واحدة اسمها نعيمة انها تبعد عنه وتسيبه في حاله وبيبان ان نعمان كان منهار ومش مستحمل اللي نعيمة بتعمله وساعتها رؤيا بتحاول تساعد جوزها لكنها مش بتفهم هو ليه بيكلم نفسه وبتفكر انه ملبوس وبعدها بنرجع تاني للحضر وبيسألها سابت هي ليه ما ودتوش للشيوخ لو كان الموضوع عبارة عن جن زي ما بتقول فبتقوله رؤيا انها ودته لشيوخ كتير لكن محدش فيهم كان بيقدر على نعيمة وبتقوله ان نعمان جوزها كمان كان بيحب نعيمة لانها خلته قوي وبيعرف كل حاجة كأنه كان مكشوف عنه الحجاب وساعتها سابت بيستغرب وبيسألها هو ليه انتحار طالما كان بيحبها فبتقوله رؤيا ان نعيمة استحوزت على نعمان كله لدرجة انه نسي شخصيته تماما وفي النهاية قرر ينتحر علشان يخلص منها وساعتها بنرجع للماضي وبنشوف سحر وهي طفلة وبنعرف ان هي اللي اكتشفت ان والدها شنق نفسه وبتكون اول واحدة تشوفه في البيت وبعدها بنرجع تاني لرؤية اللي بتقول لسابت ان الموضوع قثر على سحر جدا ومن ساعتها مش قادرة تنسيه لكن سابت بيتعصب على رؤية وبيتهمها بالجهر وبيقول لها ان جوزها انتحر لانه كان لازم يروح لدكتور لانه كان عيان ومحتاج لأدوية مش دجالين وبيخرج سابت وبيسيبها وهو متضايق وبعدها بننتقل لسحر اللي بتكون لوحدها في شركتها وبتظهر لها فجأة جميلة بنفسها وبتتكلم معها فبتتخضي سحر وبتترعب وبتسألها هي مين وعاوزة منها ايه وساعتها جميلة بتعرفها بنفسها وبتقول لها انها عايشة جوها وبتقول لسحر انها عاوزيها تبقى انسانة قوية بدل شخصيتها الضعيفة اللي كل الناس بتتحكم فيها وبتوعدها جميلة ان معيها هتقدر تعرف كل حاجة وكل الناس هتعمل لها ألف حساب هتدفعه لو سمعت كلامها وبقت معيها فبتقول لها جميلة ان كل اللي عليها انها هتروح المزرعة علشان هما اللي اتنين يبقوا شخص واحد وتقدر جميلة تبقى مع سحر على طول وفعلا سحر بتقتنع بكلامها وبتوعد جميلة انها هتروح المزرعة بعد ما تخلص معرض الرسمة على طول وبعد شوية بننتقل لسحر وهي مع يوسف تاجر اللوح وبنلاحظ انه هو نفسه اللي جميلة كانت بتتعامل معاه من أربعين سنة وساعتها سحر بتكرر تدفع له عربون للصالة وبتقوله انها هتعمل معرض مشترك مع جزها وساعتها يوسف بيشبه على سحر وبيحس انه شافها قبل كده بس مش فاكر فيه وبييجي الليل وبننتقل للشيخ حارس وبنشوفه هو بيجوز حازم ونده وبيعمل لهم حفلة عنده في المكتب وفي نفس الوقت بنشوف ياسمين مرات حازم وهي دخلة للمكان وبتتفاجئ ان حازم بيتجوز عليها وبتكون مصدومة وبتسيب المكان وبتجري لكن تاني يوم بنشوف ياسمين عند حارس في المكتب وبنعرف انها كانت بتراقب حازم طول الفترة اللي فاتت لحد ما اكتشفت انه بيجي الحارس وبنعرف كمان ان ياسمين كانت متفقة مع حارس من الاول وكانت عارفة ان حازم هيتجوز ندى عليها وساعتها حارس بيكون مستغرب ياسمين لانها سمحت لحازم انه يتجوز عليها ومحاولتش توقفه فبتقوله ياسمين انها بتعمل كده علشان تقسر عينه وتخلي حازم زي الخاتم في صباحها وبتقوله انها لو فضحته دلوقتي الموضوع هيبقى عادي وانها لازم تتأكد انه تجوز ندى بكده علشان تقدر تبتزه وبتقوله كمان انها بتعتبر حازم مكانة ATM وواجهة اجتماعية مش هتقدر تخسرها فبيتصدم حارس من تفكير ياسمين وما بيكونش مصدق دماغها وبعد شوية بنشوف ياسمين وهي في بيتها وبتخبي جهاز تتبع في شنطة جزها قبل ما يسافر وساعتها ياسمين بتودع حازم بكل هدوء وبتطلب منه يفطر معاهم لانه هيوحشها وبعدها بننتقل للمكان اللي سحر بتعمل فيه المعرض وبنشوفها مع خالد قدام الصورة بتاعت جميلة لكن فجأة سابت بيدخل عليهم وبيبدأ يسقف لسحر على شغلها لكن خالد اول ما بيشوفه بيمشي على طول وبيسيب سحر لوحدها فبتتعصى بسحر ان سابت بيطاردها وبتزعق له علشان دايق جزها وخليه يمشي وبتطلب من سابت يمشي من المكان قبل ما يعمل لها مشكلة مع جزها وبعدها بتخرج سحر لخالد وبتصلحه بسبب اللي طالقها عمله وبتوعده انهم هيروحوا للعزبة مع بعض بعد ما يخلصوا المعرض على طول وبعد ما المعرض بيبدأ بنشوف يوسف صاحب المكان وهو متعصب وبيتهم سحر انها حرامية وسرق اللوحة اللي برة وبيكون قصده على لوحة جميلة اللي شافها من 40 سنة وبيهددها يوسف انه هيوقف المعرض ويكلم البوليس لكن ساعتها جميلة هي اللي بتسيطر على سحر وبتهدد يوسف انه مش هيقدر يبلغ البوليس لانها ممكن تزي وبعد شوية بننتقل لحازم اللي بيكون في فندق مع نادة مراته الجديدة وبيبان قد ايه نادة سعيدة وبتحب حازم ومش مصدق انها تجوزته وساعتها حازم بيوعدها انه هيفضل معايها على طول وعمره ما هيسيبها حتى لكل الناس عرفت بموضوع جوازهم وفي نفس اللحظة ياسمين مرات حازم بتفتح الباب عليهم وبيكون معايها ابنها علشان تضغط على حازم وساعتها ياسمين بتمثل انها متفاجأة ومصدومة من اللي شافته وبيفضل حازم ساكته ومش بيقدر ينطق بكلمة وبعدها بننتقل لبيت والدة حازم وبنشوف ياسمين مجمعها العيلة كلها علشان تفضح جزهة وبتفضل ياسمين تهزق حازم بسبب اللي عمله كأنها مصدومة لكن ساعتها سابت بيتدخل وبيقول لها تقول طلباتها على طول لان محدش فيهم مصدق الدراما اللي بتعملها وبيقول لها كمان انها كانت مستنية حازم يخونها علشان تقدر تبتز وتاخد اللي هي عاوزها وفعلا ياسمين بتطلب ان البيت يتكتب باسمها بحجة انها خايفة من نادا انها تطردها هي وابنها من بيتها وفعلا حازم بيوافق على طلباتها غصب عنه وبيقوم علشان يروح لنادا ويصالحها لكن ياسمين بتفكره ان لازم يطلق الجربوع اللي تجوزها وساعتها ممكن تفكر انها تصلحه وبعد شوية بنشوف حازم وهو مع نادا وبيحاول يصالحها بسبب اللي ياسمين مراته عملته لكن نادا بتقول منهارة وبتقوله ان ياسمين شتمتها وطردتها قدام الفندق كله وهو مفكرش يدافع عنها او يحميها فبيقول لها حازم انه بيحبها ومش هيقدر يعيش من غيرها لكن نادا مش بتصدق كلامه وبترفض انها ترجع لحازم وبتطلب منه يرجع لمراته ويختفي من حياتها وبييجي الليل وبننتقل للعزبة وبنشوف سليمان وهو بيستقبل سحر ويغوزها خالد واول ما خالد بيوصل بيشوف عربية قديمة راكنا قدامه وبيفتكر حاجة من زمان وبيبان انه متبايق وساعتها بيرجع بينا المسأسل للماضي وبنشوف جميلة صاحبة العزبة وهي قدام اللوحة بتاعتها مع اطيف وبنعرف ان جميلة متجوزة من شخص اسمه خالد وبتحبه جدا وبيكونوا هما الاتنين رسمين اللوحة بتاعتها مع بعض وبنشوف مالك وهو لسه طفل صغير مع مامته اللي بتقول لأطيف انها بتحب جوزها جدا ومتقدرش تعيش من غيره وساعتها بيبان ان جميلة متوترة وبتقول ان خالد اتأخر جدا على عكس عدته وفي نفس الوقت بننتقل لخالد وهو سايق عربيته وبيكون مروحه في طريقه للعزبة لكن فجأة خالد بيعمل حدثة على الطريق وبيقع بعربيته في الترعة وساعتها بننتقل للأسرة وبنشوف اطيف وهي بتجري على جميلة وبتبلغها ان خالد عمل حدثة وقع في الترعة وبعدها بنشوف جميلة وهي رايحة تشوف جوزها وحب حياتها وبتتفاجئ انه مات وما بتكونش مصدقة وبعدها بنرجع تاني للحاضر وبنشوف سحر وهي داخلة لأسرة مع خالد واول ما بتدخل بتعلق صورة جميلة في مكانها وبتكون سحر هي اللي بتتكلم مش جميلة فبيقولها خالد وهو متضايق انه هيطلع قطه علشان ينام لكن سحر بتفكروا انهم ضيوف وان دي مش قطه على حاجة لكن بيباني ان خالد متغير وبيسيب سحر لوحدها وبيطلع على فوق وساعتها اطيف بتروح لسحر وبتقولها انها جهزت قطة جميلة علشان تبات فيها بنفسها وفي نفس الوقت بننتقل لخالد وهو في القوضة وبنكتشف ان خالد كمان يبقى عفريت وان هو نفسه خالد اللي مات من 40 سنة وبيكون مستني جميلة تظهر وتقابله في بيتهم وفي نفس الوقت بننتقل لسابت اللي بيكون عند معرض الرسم بتاع سحر وبيتفاجئ سابت ان الاسعاف موجودة هناك وبياخدوا يوسف صاحب المكان بعد ما لقوه غرقان في دمه وساعتها سابت بيسأل عن اللي حصل وبيعرف ان واحدة اسمها جميلة هي اللي ضربت يوسف فبيفهم سابت ان سحر هي اللي عملت كده وبيحاول يوصل لها لكن تليفونها بيكون مقفول فبيقرر ان يروح يشوفها في العزبة وبعدها بنرجع تاني للعزبة وبنشوف سحر وهي واقفة مع خالد وبتكون جميلة هي اللي جواها وبتكلمه وبتقول له جميلة انها مستنية اللحظة دي من سنين فبيقول لها خالد ان طول السنين اللي فاتت كان دايما جنبها وبيتفرج عليها وهو غرقان في المياه وبيقول لها كمان انه هيرجع ويستنيها هناك لحد ما يتقابله تاني للأبد وساعتها سحر بتسمع صوت طفلة بتغني وبتشوفها وهي بتجري قدامها في الجنينة فبتكرر سحر انها تسيب خالد وبتنزل تدور على الطفلة وفعلا سحر بتروح علشان تدور على الطفلة لكنها مش بتلاقيها وبتتفاجئ انها اختفت تماما وفي نفس الوقت بنشوف خالد وهو بيتفرج على صورته مع جميلة وبيقول لنفسه ان مكانه مش على الارض ولازم يمشي من هنا بسرعة وبعدها بيكرر خالد انه يرمي نفسه في المية تاني وبيرجع لمكانه الطبيعي وفي نفس الوقت بيوصل ثابت للعزبة وهو مرعوب على سحر وبيحاول يدخل للقصر بأي طريقة لكنه بيكون مقفول وفي نفس اللحظة بنشوف سحر وهي ماشية وراء الطفلة الصغيرة وبيكون سليمان قاعد وبيقول لها ان الموت راحة بالنسبة لها وبيقنع سحر انها لو انتحرت هترتاح وهتبقى مع خالد جزها لعمر كله وفعلا سحر بتوصل عند البرك علشان ترمي نفسها وهناك بتكون اطياف موجودة وبتحاول تمنعها وتعقلها لكن سحر بتوصل عند المية وبتكرر تنتحر وبترمي نفسها وراء خالد لكن في نفس اللحظة بيوصل ثابت وبينط وراء سحر وبيقدر ينقذها قبل ما تغرأ وبعد شوية بننتقل لسحر وهي لسه فيقة وبنشوفها في بيتها وعلى سررها واول ما بتفوق بتحضن ثابت وبتشكره ان رجعها على البيت لكن ثابت بيقول لسحر انها ما خرجتش من البيت اصلا وبيطلب منها تفوق وتبطل الجنان اللي هي فيه فبتستغرب سحر وطريقتها بتتغير وبتقوله انهم كانوا في العزبة ورامت نفسها في المية لكن ثابت بيتعصب وبيقولها ان ده مش حقيقي وبيشرح لسحر انها اخدت جرعة سيادة من الدواء وسببت لها هلوسة وساعتها سحر بتسمع صوت مية جاي من الحمام وبنعرف ان سحر حاولت تنتحر في البنيو لكن ثابت قدر ينقذها قبل ما تموت وبيقول لها ثابت انها مش اول مرة تنتحر وانه دايما بيبقى جنبها وبيلحقها لكن ثابت بتنكر ومش بتصدق ثابت وبتقوله ان حياتها كويسة ومش مضطرة تنتحر وساعتها ثابت بتشوف طفلة صغيرة قدامها وبتشاور لسابت على الطفلة وبتسأله لو شايف وبتقوله ان دي هي وهي صغيرة لكن ثابت بيقول لها ان كل اللي بتشوفه مش حقيقي وان الطفلة اللي بتشوفها تبقى نورة بنتهم اللي ماتت وبياخدها ثابت من ايدها علشان يثبت لها كلامه وبيفتح القودة اللي كان قافلها بالمفتاح وساعتها بنكتشف انها قودت نورة بنت سحر اللي ماتت وبتفتكر سحر بنتها اول ما بتشوف صورتها وبنعرف ان بنتهم ماتت من فترة قصيرة وساعتها ثابت بيشرح لها كل حاجة وبيقول لها ان موت باباها عمل لها ازمة نفسية وخليها عردا ان يبقى عندها نفس المرض النفسي اللي كان عنده علشان كده بعد موت بنتهم سحر قررت انها تهرب من الحقيقة ولما راحوا للعزبة وسمعت القصة بتاعت خالد وجميلة صدقتها وقررت كمان انها تعيش جواها وبيقول لها ثابت انها خلقت جميلة في مخها علشان كده كانت بتشوفها شبهها وبيقول لها كمان ان حتى خالد كان اواهم في دماغها وانها تأثرت بقصته لما عرفت هو مات ازاي مش اكتر وبيفكرها بكل المرات اللي كانت فيها مع خالد وبيقول لها انها كانت دايما بتبقى لوحدها وخالد كان مجرد صوت في دماغها وبيقول لها ثابت ان حتى في اليوم اللي قابلها فيه وقالت له ان خالد معاها في العربية كانت العربية فاضية وما كانش معاها اي حد وبعدها بنشوف صحر وهي مع ثابت في المستشفى وبتدرك انها مريضة نفسية ومحتاجة تتعالج وبتقول لثابت انها لازم تخف لان بنتها اكيد بتحس بيها فبيفرح ثابت بقرارها وبيسلم لصحر الدوة بتاعها علشان تبدأ عليك وبعدها بننتقل لندى وبنشوفها في شغلها الجديد وبيروح لها مالك صاحب العزبة وبيقنع مدى انها تستلم مفتاح القسر علشان تروح للعزبة بتاعته وبنعرف ان حازم قرر يرجع ليسمين مراته وبيعمل لها كل الحاجات اللي طلبتها لكن والدة صحر بتفضل تروح لدجالين وبتدفع لهم فلوس كتير لانها فاكرة ان بنتها ملبوسة وفي النهاية بتكرر صحر انها تفضل في المستشفى علشان تتعالج وبتفضل تفكر هل اللي بتشوفه حقيقة فعلا ولا هلاوس وامراض زي ما سابت بيقول وساعتها بنشوف المريض اكس اللي بيكون معاها في الزنزانة وبيقدر يسمع افكار صحر وبيرد عليها وبيقول لها ان الاوهام احلب كتير من الواقع وبيفكر صحر ان اللي عندهم موهبة مش موجودة عند كل الناس وبيطلب منها ما تمشيش ورا كلام الناس اللي ما عندهمش موهبة وبس كده ولو حبيين تشوفوا ملخصات لمسلسلات تانية اكتبونا في الكومنت